اشتركوا في القناة نغير الطريقة هاي برضو تعطوني ملاحظاتكم نتشارك مع بعض وبرضو منطلع بنتيجة طبعا خلينا ندخل على توقعات لانه اليوم رح نحكي عن تراجع المشتري وعننا مجموعة اسئلة ممتازة جدا يعني وقوية خصوصا عن كورونا وقت اللقاح والاشياء هاي طبعا تركينها لنهاية الحلقة الاسئلة الاجابة على الاسئلة فالان احنا في فترة التوقعات خلينا نروح على التوقعات ونشوف ايش اليوم توقعاتنا اليوم الاحد عشرين ستة القمر اليوم موجود في برجين رح ينتقل ما بين الميزان وما بين العقرب طبعا هو الان موجود في منزلة الزباني وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها حتى تمام الساعة اربعة وتسعة واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الاحد لهو اليوم لينتقل بعدها لمنزلة الاكليل وهي منزلة تعتبر للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا بما ان القمر رح يظل لغاية ساعات الظهر تقريبا في برج الميزان فبتظل التأثيرات مثل ما ذكرناها يوم امس هي افضل فترة عاطفية لتعزيز او صار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر من ميل الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة بننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة واعادة تزيين البيت او المكتب او اقتناء حاجية جميلة طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم عنا زاويتين رح يكونوا قبل خلوق المسار الزاوية الاولى هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة خمسة وسبعة وثلاثين دقيقة صباحا بتدفع بعض الاشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء ومن افراد العائلة اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون الساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة صباحا وهاي بالدل على انه برضو فترة مناسبة للي عندهم مشاكل بالشعر او حابين يعملوا قص شعر للانبات او لمعالجة الشعر من تلف او تعب او تساقط هاي فترة ممتازة جدا طبعا منول اليوم مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلقى المساند والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار بيبدأ ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام ساعة حداعش وسبعة وخمسين دقيقة ظهرا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا الساعة عشرة وسبعة وخمسين دقيقة ظهرا القمر بنتقل وبصير في العقرب وببلش يشكل اول زوايا عشان هيك برضو نتغير احنا ككل لان تأثيرات القمر في العقرب بتأثر علينا ككل في هاي الفترة منكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا شراء بوليس التأمين او قراء رواية بوليسية بالفترة هاي او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت طبعا بالنسبة لقبل ما تبلش الزوايا الفلكية في فترة يعني تقريبا نحكي احنا في فترة خلو المسار تحديدا بيكون بدأ تراجع المشتري كوكب المشتري رح يتراجع طبعا على مرحلتين المرحل الاولى اللي هو انه من الساعة ثلاثة وخمس دقائق بعد الظهر لليوم هاد بيبدأ تراجعه في برج الحوت وبعدها بعد تاريخ طبعا التراجع هذا رح يستمر لغاية ثمانية وعشرين سبعة في ثمانية وعشرين سبعة رح ينتقل تراجعيا لبرج الدلو ويكمل تراجعه لغاية ثمنتاش عشر يعني لساعة صباح يوم ثمنتاش عشر طبعا هاي الفترة هي بتيجي تقريبا حوالي الاربع شهور ودائما لما بده يتراجع المشتري كل سنة بتراجعه مرة عادة هو بتراجع حوالي الاربع شهور طيب لما يبدأ كوكب المشتري كوكب الحظ بالتراجع في هاي الفترة منشعر بفقدان الحماسة وبيخيف تفاؤلنا وممكن يحصل تعطيل في مجالات معينة أو يعني مجالات هو بيتنا ولها أساسا أو بيسيطر عليها أو إلو تأثير عليها مثل مثلا النشر الأمور اللي إلها علاقة بالصرافة العملات الدراسة الجامعية الأمور الفلسفية الأمور الدينية الترحال خاصة أو السفر خاصة لمسافات بعيدة في فتر التراجع المشتري طبعا هاي نصيحة دائما ما تعتمدوا على الحظ لأنه هو كوكب الحظ لما بتراجع بفقد طاقته بأمور الحظ فبيصير ما لازم نعتمد على الحظ في هاي الفترة بيتوجب علينا الاعتماد على أنفس لا أكثر لنحصل على نتيجة مرضية قدر المستطاع يعني بدنا نوع من أنواع الحذر ما نغامر ما نراهن ما نحاول أن نجرب حظوظنا بالفترة هاي لأنه تقريبا الحظوظ اللي بنا نعتمد فيها على المشتري هي بتكون معدومة طبعا في فترة التراجع كل برج إلو تأثيرات معينة بتصير من تراجعه على حسب موقع التراجع هذ فمثلا خلينا نوخد احنا بالترتيب الأبراج وكل برج بده ينتبه من إيش أو يركز على إيش بالفترة هاي برج الحمل بدهم ينتبهوا أثناء التعامل مع المؤسسات أو الشركات الكبيرة إن كان هاي المؤسسات أو الشركات حكومية أو خاصة يعني في عمل بنك مؤسسة كبيرة زي مستشفيات جامعات هاي المؤسسة أي شي اسمه مؤسسة أو شركة كبيرة بدك تنتبه منها بشكل كبير إن كان بأمور مالية أو بأمور أخرى مثل اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة لموليد برج الثور فهدولة بدهم ينتبهوا بشكل كبير ما يعطوا ثقة خصوصا لأصدقائهم وبدهم ينتبهوا من الوعود اللي ممكن يقطعوها لهم أصدقائهم لأنه بالفترة هاي نادر جدا أنه حد يوفي بوعد لا إله فعشان هيك بدك تنتبهوا من هاي الوعود وما تتعطوا ثقة كبيرة حتى لأصدقائكم أو المعارف الجدد في هاي الفترة بالنسبة للجوزة بدهم ينتبهوا لإنجازاتهم خصوصا في مجال العمل حاولوا أنهم يتمموا أعمالهم بشكل كامل ما يتركوها ناقصة وكمان بدهم ينتبهوا في علاقاتهم مع المسؤولين لأنه ممكن يعني يصير سوء تفاهم أو خلاف أو بعض الأشخاص يعني يعملوا أسفين أو يعملوا أشياء تعمل مشاكل ما بينكوا بين المسؤولين فبتكونوا تكونوا حذرين ومغطيين الأمور بشكل جيد أما بالنسبة لموليد برج السرطان هذولا يعني ممكن يكون عندهم بعض أمور إلها علاقة بالسفر أو ممكن يكونوا متشجعين على سفر معين خصوصا السفر البعيد ولكن ممكن يحدث بعض التعطيل أو التأجيل لأمور السفر أو أمور إلها علاقة بالدراسة الجامعية الدراسة ككل خصوصا ما بعد الثانوية العامة أو الأمور إلها علاقة بالقضايا القضائية هاي الأمور بتكونوا تنتبهوا لأنه ممكن يصير فيها تعطيل أو تأجيل أو بعض التلاعب بالنسبة لموليد برج الأسد هذولا بدهم ينتبهوا على حساباتهم المالية المشتركة مثل برنامج إدخار أو تأمين أو أي شراكة مالية جديدة بدهم ينتبهوا بشكل كبير وبدهم ينتبهوا أنه حتى لو دخلوا بموضوع إلو علاقة بالقروض أنه هل عندهم إمكانية للسداد أو عندهم الجاهزية للسداد بالوقت الحالي ووقت التراجع أو ما بعد ما ينتهي التراجع يعني بدهم يدرسوا شؤونهم المالية بشكل جيد بالنسبة لموليد برج العذراء عليهم التأكد من شريك العاطفة وخصوصا إذا كانت بداية علاقة أو بداية ارتباط ما بين شركاء بدهم ينتبه من شريك العاطفة وشريك العمل وبدهم ينتبه من إخلاصهم من أمانتهم في هاي الأمور ممكن تواجه العلاقات العاطفية الضعيفة بعض التوتر أو بعض البلبلة فعشان هيك بتكونوا حذرين ودقيقين في نفس اللحظة أما بالنسبة لموليد برج الميزان هذي بنقولهم ما تتوقعوا أو ما تتوقعوا الكثير من زملائكم في العمل لأنه ممكن يخذوا لكم واللي بيرغب في عمل أو بمشروع جديد بده يتفحص كل الاتفاقيات والعقود قبل التوقيع بدكوا تنتبهوا للصحة بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعملوا برامج إلها علاقة بإنقاس الوزن هذول بدهم ينتبهوا على صحتهم يراقبوا ويعملوا فحوصات إلها علاقة بالفيتامينات والمعادن أو فقر الدم أو الأشياء هاي لأنه شوي بيكون التركيز على الأمور الصحية من هاي الأمور أما بالنسبة لموليد برج العقرب ممكن تعانوا من بعض الخلافات أو سوء التفاهم مع الأبناء بسبب تقصيرهم أو إهمالهم ما بنصح بالمغامرات المالية أو تجربة الحظ لهم وفي نفس اللحظة بدهم ينتبهوا يعني أثناء تعاملهم مع أبنائهم أو أحبائهم أنهم يكونوا مرنين ما يكونوا حدين ويقطعوا يسوئر في نوع من أنواع التفاهم بالنسبة لموليد برج القوس هاي بعض الخلافات أو الأعطال أو المشاكل اللي ممكن تيجي لها علاقة بالبيوت بالعقارات بالمسائل العائلية بدهم أول إيش يتحكموا بغضبهم ومزاجهم ما يحاولوا يصدروا قرارات خصوصا عائلية وحاولوا أنكم ما تصاعدوا الأمور الزيادة عن اللزوم لأن الأمور تتحدث عن المكان الآمن أو المكان الحساس اللي هو البيت والعائلة بالنسبة للجدي بدهم يحافظوا على علاقاتهم مع الإخوة والجيران بدون مشاكل واللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده ما يعتمد على الحظ وبده يركز بشكل جيد واللي بيشتغلوا في مجال التجارة المحلية تقريبا بدهم ينتبهوا من تجارتهم ومن عقودهم ومن الأشخاص اللي بتعاملوا معاهم أما بالنسبة لموليد برج الدلو هاي بتدل على أنه بيجيهم مكاسب مالية ولكن هاي المكاسب ما بتدوم يعني بيظل فيه إشيء له علاقة بالنفقات الكبيرة أو بيكون عندهم التزامات كبيرة فهذا ممكن يسبب لهم نوع من أنواع له الرهاق أو التعب وممكن يوصلوا لمرحلة فقدان السيطرة فعشان هيك أفضل نتيجة في هيك أمور انكوا تخففوا من النفقات قدر الإمكان يعني تعملوا نوع من أنواع التقنين أو نوع من أنواع ربط الأحزمة بشكل جيد على نفقاتكم تماما فترة الأربع شهور هاي وفي نفس اللحظة تعرفوا كيف تعدلوا الميزانية تاعتكم بدون تسرع أما بالنسبة لموليد برج الحوت فهي بنقولهم دراسة كل خطوة بشكل جيد خصوصا للي بيرغبوا بالقيام بمشاريع جديدة وبدهم يتأكدوا من قدرتهم على إتمام أي خطوة أو الأشياء اللي بيخططوا لها مستقبلا في هاي المشاريع بدهم يتأكدوا من العقود من الأشخاص من اتفاقياتهم لأنه في الفترة هاي بدها نوع من أنواع التركيز وخصوصا أنه بداية التراجع رح يكون تراجع المشتري عندهم طبعا الزاوية اللي رح تتشكل ما بعد انتقال المشتري هي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة ثلاثة وخمس وثلاثين دقيقة عصرا بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ونحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة فهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون في تمام الساعة التسعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء تخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساعة منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بتور ثورة عارمة من الغضب طبعا بما أن القمر موجود في العقرب أو بده ينتقل للعقرب خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء اثنين وعشرين ستة بيبدأ في تمام الساعة ستة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة اتناعش وخمس وخمسين دقيقة ظهرا لا ينتقل بعدها القمر لبرج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عشر أيام في تمام الساعة اتناعش ظهرا أو عند الظهيرة بتوقيت جرينيتش بيصبح احد عشر يوم نسبة الإضاءة خمس وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتحركات الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة يعني آخر يوم موجودة رح تكون بالجوزاء وبعدين رح ينتقل للسرطان بكرا ان شاء الله رح نحكي عن تأثيرات الانتقال للشمس هي سعيدة اليوم يعني بنقدر نحكي خمسة عشر في المية أما بالنسبة للقمر في الميزان وبدو ينتقل للعقرب رح يمكث فيه لغاية اثنين وعشرين ستة سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية أما بالنسبة للعطارد في الجوزاء بيتراجع حتى يوم اثنين وعشرين ستة يعني اقترب موعد نهاية عطارد يوم اثنين وعشرين ستة منهي عملية التراجع ومنعطيه ثلاثة أيام يعني لغاية خمس وعشرين ستة لننتهي من التأثيرات السلبية هو اليوم منتحس بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم سبعة وعشرين ستة سعيدة بنسبة خمس واربعين في المية المريخ في الأسد حتى يوم تسعة وعشرين سبعة منتحس بنسبة عشرين في المية المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة زي ما حكينا اليوم طبعا بدأ منتحس فعشان هيك بنعطيه انتحاسي بنسبة خمسة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبتن في الحوت حتى يوم خمس وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم اتجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر لانه ممكن ما توفوا بعهودكم او وعودكم في ساعات الظهر بتنهمكم بعادة تنظيم اموركم المالية اهمي شنكم ما تهملوا صحتكم الاجواء ممكن تصبح شوي ايجابية وتتجاوب معكم في بعض المسائل اللي الها علاقة بالعمل او بصحة ممكن تلاقي عمالك صدى طيب اهمي شنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون اعذر برج الثور واصلوا عملكم اللي بدأتم فيه من قبل وحاولوا انكم ما تبادروا بعمل جديد من الان لغاية ساعات الظهيرة وحاولوا انكم ما تهملوا صحتكم في ساعات الظهر بترغبوا من تعزيز شراكاتكم او اعلاقتكم بالشركاء خصوصا شركاء العاطفة وبتتعقد الامور بعض الشيء ممكن تطرأ بعض البلبلة لانه القمر صار مقابلكم فطاقتكم بتصير ضعيفة حاولوا انكم تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذروا من القطيعة والدعاوة القانونية لانه خصمك في هاي الفترة بكون قوي والعرقيل ممكن تستفزك برج الجوزاء طبعا بتظل الاجواء العاطفية جيدة وهاي بتساعد على انه ممكن تقضوا وقت ممتع مع احباكم الصحيح انه ممكن يصير سوء تفاهم او خلاف او قلق على احد الاحباء لغاية ساعات الظهيرة ولكن من ساعات الظهيرة بتكو تنتبهوا شوي لانه العمل ممكن يبدأ يتراكم عندكم بتكو تنتبهوا لصحتكم بتتزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت اضافي اهم شي انكو تحاضروا من المشاكل الصحية وتحاضروا من اي خلاف مع احد الزملاء خصوصا في مجال العمل برج الصرطان اتجنبوا ادخال اي تغيير على مسكنكم او شراء قطعة اثاث للبيت بالفترة هاي حاولوا شوي انكو تنتبهوا للشؤون العائلية لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهيرة بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهم مش انك تلطف الاجواء وتحاول انك ترجع العلاقات لطبيعتها ممكن تنال اي شيء بترغبه وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة او كانت مستحيلة هاي الفترة تبدأ مرحلة جديدة من ساعات الظهر وانا بنعتبرها فترة ايجابية برج الاسد اللي بيتقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض حاولوا تضبطوا اعصابكم اثناء حواراتكم ونقاشاتكم حاولوا ما ترهقوا حالكم بشكل كبير لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتفضلوا التركيز حاول مصالحكم البيتية والعائلية وبوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهم شي انك تتجنبوا توبيخ الاحبة او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه العمر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك اهم شي انك ما تفرض رأيك هاي فترة مناسبة لامور العلاقة بالسفر والاستثمار ولكن بدها نوع من انواع التركيز برج العذراء احذروا من اي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة او انك تعيش بلحظات البذخ او الاسراف المالي بالفترة هاي بدون حساب فبدك تنتبه لغاية ساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة يبتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا القصيرة وبكون لكم نوع من انواع التعامل مع اخ اوجر بتكثر عندكم النشاطات على حسب اختصاصكم وعلى حسب طبيعة عملكم وبتكون لك لقاءات عديدة خلال هذا اليوم باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك اهم اشي انك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بتظل ثقتكم بانفسكم كبيرة وبعمكم النشاط مع هيك لا تبادروا لاي عمل جديد بل واصلوا عملكم الاعتيادي بشكل روتيني لحديث ما انك انت يعني تطلع من فترة الظاهرة هاي رغم انه فيها نوع من انواع الضغط ولكن عشان ما تتراكم عندك العمل في ساعات الظاهرة طبعا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم لا تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب وحاولوا انكم ما تبلغوا بمصاريفكم حاول انك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة ممكن تهتم لامور مالية او امور استشفائية برج العقرب بيظل التعب مسيطر عليكم زي الايام الماضية لانه القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الظهر فعشان هيكم نقول لكم انجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم واخلدوا للراحة حاولوا انك تتعامل بشكل روتيني خلال اليوم ممكن يعني شوي هيك تشعر ببعض التغييرات في ساعات الظاهرة رح يطرأ نوع من انواع التغيير للافضل عند انتقال القمر لعندك وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر يعني رح يطرأ الافضل على صحتك وعلى طاقتك بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بتنشطوا بين الاصدقاء اهم يشنكم ما تعتمدوا كثير على وعد ممكن يقطعوا الكم احدهم بهاي الفترة لغاية ساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة بتكو تنتبهوا كثير لصحتكم لان القمر صار موجود في بيت المتاعب فحاول انك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لانها هاي فترة فارغة من الحظ حاول انك تحلل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب امالك وحاضروا من امور الى علاقة بالبلبلة والالتباسات فبدك تركز بكثير امور وتنتبه لصحتك برج الجديد واصلوا عملكم اللي اعتيادي وما تبادروا لعمل جديد في ساعات الظهر بتلتقوا لأصدقاء من ساعة يعني نوع دعوة لقاء مقابلة اتصال اهم ايش انك تبادر لاملاقات الاخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالك لانه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك اهم ايش انك ما تستسلم بالكرر المحاولات خرال هذا اليوم لانه في كثير من الاشياء اللي ممكن انك انت تحصلها او تستفيد منها برج الدلو اللي بيتقدم لامتحان او مقابلة بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض واللي عنده سفر بده ينتبه اثناء القيادي خصوصا على الشوارع المفتوحة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة اهم ايش انك ما تضعف وما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع صحيح ان الفترة هاي فيها بعض القلق وبعض التوتر ولكن الامور ان شاء الله بتمشي بشكل جيد برج الحوت اتجنبوا اي شراكة مالية خلال هذا اليوم وتفحصوا حساباتكم المشتركة وحاولوا انك تخففوا من النفقات قدر الامكان طبعا هاي الامور بتظل بدها تركيز لغاية ساعات الظهيرة من ساعات الظهر بتنشغلوا في امور الها علاقة باتصالات بعيدة او امور الها علاقة بالسفر وهي فترة مناسبة لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل او دراسة جديدة في الفترة هاي ممكن عندك قدرة انك تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض اي شيء ما بيناسبك اهمش انك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لتجربة شيء جديد او لتوطيد علاقة عاطفية او امور الها علاقة بالسفر خلينا نروح نشوف الاسئلة سؤال وجواب فقرة سؤال وجواب للي حابين يكملوا معانا ونشوف ايش الاسئلة اللي بدأت انطرح علينا وايش اللي احنا بدنا نجاوب عليه لانه فيه اسئلة مهمة جدا السؤال الاول بيجي من حميدة الحسناوي طيب دكتور بعد اذنك هل صحيح انه عند اخذ اللقاحة والمضاد لكورونا يفضل فترة زيادة القمر كما نصح احد الفلكيين ما شاء الله سؤال ثاني على نفس موضوع كورونا هو منحور عليه استاذ متى افضل الايام للتلقيح من كورونا هاي اثنين سؤالين عن كورونا اول اشي هذا الفلكي اللي حكي عن موضوع اللقاح في نمو القمر او في فترة انه القمر بتزايد هذا واحد جاهل ومصب اه محتال اه يعني من هاي الاسماء اول اشي اه لقاح او اللقاحات تحديدا بتتاخذ باي وقت ما الها لا بقمر ولا بنمو قمر ولا اي شيء هي الها اثارها اذا اخذتها انت في فترة مثلا مقابلة القمر لا اليك يعني مثلا لو اجينا شفنا انه القمر موجود في البيت السادس او في بيت مقابلتك البيت السابع منقول انه هنا طاقتك ضعيفة او في بيت المتعب منقول طاقتك ضعيفة ممكن تعاني من اعراض اكثر من المطعوم فمننصح انك تاخذ الاجراءات مثل اخذ البرستامول مثلا اللي هو البندول تحديدا كل ست ساعات واخذ لكل اللي باخذ المطعوم هاي مني انا كطبيب بحكيلكم اياها اللي هي البيبي اسبرين مميع دم فمع اي لقاحة بتاخذه حاول انك تاخذ فترة من الزمن انه لو لمدة مثلا شهر يوم بعد يوم تاخذ اسبرين مضاد تجلط ليش؟ لانه اتضحت في بعض الدراسات انه كثير من اللي باخذوا المطعوم بصير عندهم اعراض الاعراض هاي بتكون مصاحبة ممكن تيجي بتجلط الدم فعشان هيك ما نقول لهم خذوا اسبرين وخذوا مضاد حياوي هسا بالنسبة للقاح عشان هاي برضو معلومة مني انا بنصح الجميع اللي ما اخذ اللقاح انه ياخذ اللقاح ليش؟ لانه اول شيء هذا بيقلل من مخاطر انك انت تدخل انسا هسا جمعت المؤامرة جمعت انه هاي عشان نموت بعد سنتين ونموت بعد سنة وجمعت اللي حطونا الشريحة وانه بلزق الشلن على الهضاء جمعت المؤامرة ننساهم نحطهم على الجانب مش رح نناقشهم احنا بهذا الموضوع الجماعة اللي بدهم المعلومة الصحيحة مني انا اعطيهم اياها بمختصر انه هذا اللقاح ضروري جدا للجميع ولازم الكل ياخذه انا من الاشخاص اخدت الجرعة الاولى والان بنتظر يعني بعد ايام الى الجرعة الثانية عندي في البيت اطباء اخوتي اطباء ممرضين يعني احنا عائلة كلنا في المجال الطبي كلهم اخذوا اللقاح ومنهم اللي اخذ استرازينيكا ومنهم اللي اخذ مطعوم صيني ومنهم اللي اخذ فيزر زي انا اخذ فيزر يعني كل واحد فينا اخذ اللقاح ومنشجع الكل على انه ياخذه ماشي الى اعراض صحيح انك ما رح تشلح الكمامة او تنزع الكمامة صحيح انه انت رح تعاني من اعراض الفيروس هاد وممكن انك تصاب بالكورونا ولكن انه هذا بتقلل من مخاطر انك توصل لمرحلة انه ينزل عندك الالتهاب او الفيروس على الرئاء ويدخلك اي سيو ويكون ما اليك مجال للعلاج يعني هو بيحميك من دخولك لغرفة الاي سيو يعني بمعنى اخر اشلنا خطر كبير من الخطر اللي ممكن يصير من كورونا اللي هو كان بيوصل للموت نزلت النسبي هاي من ورا المطعوم فعشان هيك اي مطعوم بتوفر بنصح الجميع انهم يوخذوه ما حدا يقول لا وبعدين واخر واحد انتوا حرين ولكن هاي امانة انا حبيت ان انا احكي لكم اياها سؤال السلام عليكم اخونا العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته انت حكيت بحلقة اليوم امور برج الثور رح تتحسن باذن الله في شهر ابل مقبل ولكن كيف ورح يكون في شهر ابل تراجع لكوكب اورانوس طيب ما لوش علاقة كوكب اورانوس بيأثر على شيء معين علاقة بسرعة اتخاذك للقرارات او العصبية او الاشياء المفاجئة فما بمنعه انتقال الشمس وانتقال الزهرة وانتقال العطارد كلها هاي ماشي تجاهها الصحيح صحيح ان الزهرة وجودها بالاسد بكون ضعيف ولكن انه برضو بتفتح مجالات ودخول الكواكب هاي كلها وخصوصا قبل الشمس كزهرة انها توصل للعذراء البيت الخامس لا اليك هاي بتعطيك حضود وبتعطيك امور عاطفية وبتعطيك امور الها علاقة بالمحبة والارتباط وابواب كثيرة واثنين بعدها الشمس بدا تنتقل بتعطيك قدرة على ادارة هاي الامور وبتعطيك شخصيتك حيوية اكثر وبتهتم فيك انت كشخص بتختلف كمظهر وبتصير عندك قوة او جاذبية اعلى عطارد بعطيك سرعة البديهة للتحاور وتصليح بعض الاخطاء او الاشياء اللي حصلت معك من ناحية عاطفية بتقدر انك انت تعالجها معناته في امور كثيرة رح تتحسن وتقدر انت تديرها الغي انا ثلاث اشياء اساسية عشان تراجع اورانوس اللي بدي تراجع في العشرية الثانية وتأثيره على العشرية الثانية الغي للعشرية الاولى والثالثة ما بصير عشان هيك اورانوس تأثيره على المفاجآت لانه البيت الاول على شخصيتك اتخاذك للقرارات التسرع في بعض القرارات ولكن ما بيلغي فوائد انتقال الكواكب الاخرى سؤال ربي يعطيك الصحة العافية امين واياكم اكيد الاسد اللي الحصة الاكبر من هذه الزوايا السلبية الله غالب متعودين على الهم والغم والله احنا من ناحية متعودين تعودنا احنا كم سنة هاي نشغلين في هذا الموضوع طبعا الاسد هو له الحصة الاكبر لانه المريخ موجود عنده والزهرة لما تنتقل وتيجي على الاسد ما رح يكون لها القوة الكبيرة فعشان هيك بنتأثر واثنين الشمس لما تنتقل وتدخل على السرطان بيت متاعبنا فهذا الاشي اللي هي بداية المرحلة الجديدة او العام الجديد او غربة للعام بمعنى اخر انه منيجي في هذا الشهر اللي هي انتقال الشمس للسرطان نقعد هيك ومن نفرد اوراقنا منقول هذا بكمل معنا هذا بطلع من حياتنا هاد اه نشتغله هذا بطلنا نشتغله هاد منتجه لهذا الاتجاه منلغي هذا الاتجاه يعني بتحاول انك تبرمج ايش السنة الجاية اللي انت بدك تعملها فعشان هيك احنا داخلين على شهر صعب صحيح ولكن برضو هذا لمنفعتنا اذا استغلنا صح ما رح يكون سهل ولكن في نفس اللحظة رح يكون لصالحنا في كثير من الامور بعد ما نتجاوزه نلاقي انه ايش الايجابية اللي احنا اخذناها وفي ضغوط في ضغوط ولكن انه ما بتكون باكبر من اللي اكلناه في السنوات الماضية مجموعة اسئلة طبعا من مدى القمر صديقتنا على القناة وجهت اسئلة الاسئلة هاي انا شفت انها يعني ضروريا واحنا نجاوب عليها لانها كلها مهمة والكل بيستفيد منها انا اجلتها متعمدا للاسئلة هاي لانه لازم اشرح اشياء قبلها قبل ما انا اشرحها هي فا اول شغلة بدنا ناخذها اللي هو اول سؤال ما هو اختلاف تأثير الكواكب في نفس البيت مثلا بالنسبة لبرج الحمل لما بتدخل الزهرة بتدخل الزهرة للبيت الثاني يعني بيت المال اللي هو الثور بيدخل ايضا عطارد لبيت الثور والكوكبين بيأثروا بالمل فما اختلاف تأثير الزهرة عن تأثير عطارد وكذلك باقي البيوت وباقي الكواكب في نفس البيت ما اختلاف التأثير طبعا احنا ما راح نشرح كل الكواكب ولكن انا راح اعطيكي طريقة بسيطة جدا او اعطيكو طريقة بسيطة جدا كلكوا تعرفوا ايش التأثير الآن لما منيجي منقول الزهرة دخلت على بيت المال معناته بتعطي فرص للمال طيب هاي الفرص كيف بدا تنجب يعني بدي يكون في حيوية وإدارة وقدرة وحظوظ عشان انت تقدر تحصل على المال طيب عطارد لما بدخل كمان مع الزهرة شو بعمل؟ بعمل انه بعطيك قدرة الفكر او الادراك او سرعة البديهة او الفهلوة او قدرة التواصل مع الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم تجاريا عشان انت تحصل منهم مال لانه هذا يلو بالاتصالات وهذا يلو بالحضوض معناته هذا بدي استغل بالاتصالات كيف اجيب المال وهذا بدي يعطيني الحضوض عشان اجيب المال المريخ بعطيني نوع من انواع التسرع بعطيني فرص بعطيني اندفاع بعطيني طاقة عالي جدا عشان انا اوصل لمرتبة اني انا احصل لفلوس هاي بكل جراءة ولكن بالمقابل المريخ بخليني اصرف فلوس وابذخ هيك وضيع فلوسي بمعنى اخر وكل كوكب يقاس على حسب تأثيراته طيب بالنسبة للسؤال الثاني كيف منصير انميز بين زوية التثليث والتربيع بالخارطة الفلكية ونعرفها ياريت تنزل فيديو وتشرح ان شاء الله رح انزللكو فيديو اشرحلكو عن الزوايا الفلكية ولكن هي ببساطة بكون زاوية التربيع تنزل الCRIP بينك وبينه يعني T joint هناك المسافه اسم زه look بين البции gern زاوية التربيع اربع تربيع أسد عضراء ميزان عقرب اربع تربيع ج يظيف زاوية التثليث تجي على اللي هي البيت الخامس يعني الخمس أبراج يعني مثلا الأسد ما بين الأسد والقوس هاي خمس أبراج معناته هاي زاوية تثليث زاوية التسديس اللي هو ما بين مثلا نقول حمل حمل تور جوزاء البيت الثالث هذا تسديس هيك هاي أبسط طريقة لأنه الخطوط بتتغير بعد مرات بحطه خط أحمر وهذا إلو علاقة بالزاوية السلبية وخط أخضر أو أزرق إلو علاقة بالزاوية الإيجابية فهاي برضو طريقة أخرى للتمييز طيب بالنسبة للسؤال الثالث كيف من الخارطة بنعرف أنه الكواكب أو الكواكب متراجعة وقت الولادة كيف بيكون رمزها أو أي شيء بيعرفنا ياريت كمان فيديو برضو هاي رح نشرحها ولكن هي واضحة أي كوكب بينكتب جنبه حرف الأر باللغة الإنجليزية أر فهذا بدل على عملية التراجع لأنه هاي مختصر تراجع رافلس فبيكون حرف الر طيب هل صحيح إذا المشتري بالبيت العاشر للجدي اللي هو أنا برج الميلادي الحمل بيكون صعب بيحصل على المال وبتكون علاقته مع المسؤولين أو الأب أو الزوج صعبة بالواقع فعلا المال صعب نحن ما بنا ندخل في باقي السؤال ولكن أنا بدي أجوابك المشتري وين ما دخل هو كوكب سعادي وين ما دخل هو كوكب سعيد ولكن المشكلة في المشتري خلال السنوات الماضية والسنهاية أنه المشتري وزحل اثنين ماشيين مع بعض يعني اجتمعوا مع بعض في أول إشي كان المشتري قبل زحل في القوس وفي الجدي بعدين دخل المشتري على الجدي ومشى مع زحل ظل في نفس الدرجات والآن انتقلوا اثنين مع بعض ضدلوا ظلوا ماشيين مع بعض ففقد المشتري طاقته لأنه في طاقة مرادفة يعني هو بيعمل منيح وفي واحد بيعركس عليه في واحد بيجيب الفرص وواحد بيخرب الفرص هاي هي السببب أما المشتري دخل البيت العاشر هذا بيت السمعة ما إلو علاقة بالأب ماشي هو إلو علاقة بأقارب الأب إلو علاقة ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأب ماشي ولكن ما إلها علاقة إنه بيدمر العلاقة مع الأب ولكن نيجي إحنا منشوف بما إنه البيت العاشر هو الجدي إيش اللي موجود أساسا هناك منلاقي إنه بلوتو اللي إله سنوات موجود في الجدي وكان زحل موجود وكان تواجد هذا عمل اقتران خطيرة جدا فهو عمل بعض المشاكل ما بينهم وبين الأهل عمل بعض المشاكل في أمور إلها علاقة بالسمعة باتهامات بأمور إلها علاقة في العمل مشاكلهم في العمل مع رؤسائهم في العمل يعني فتح عليهم كثير من الجبهات بالفترة الماضية سؤال خامس في أوقات التراجع لعطارد ما بدي أقرأ وأطالع وأعمل دورات أعلم فيها أعلم فيها نفسي أكثر وأتابع هواياتي فما معنى ذلك طبعا عطارد لما بدخل للبيت الثالث للجوزاء هو بعطي طاقة كبيرة ولحظنا أنه بالفترة الماضية عطارد بدخوله ما كان منتحس كثير حتى وهو بتراجع فهو بعطي دافع لعملية القراءة والمطالعة والدراسة وتنمية هاي الأمور هذا إشي أكيد ولكن بالمقابل أنه بتطلب منك تركيز أكثر يعني ما بتحفظ مباشرة ما بتركز من أول مرة ما بتلقطها من أول مرة بدك تكررها أكثر من مرة لتستوعبها أو لتفهمها أو لتعلق في دماغك أكثر في يعني أثناء الممارسة أو أثناء المطالعة أو أثناء الدراسة فعشان هيك هو بعطل عليه قدرة التركيز والحفظ وبيخليك تتهرب عن هاي الأمور لما بيكون بقمة تراجعه ولكن هو نحاسته بتتراوح ما بين 15 و 30% طب عندك 30% عندك فيه عدد كبير من النحوس هاي التغت موجودة طبعا تعطيك نوع من أنواع الإيجابية في بعض النقاط هيك أن هنا إحنا مواضيع الأسئلة الآن بدنا نروح على الموضوع اللي إحنا اتحدثنا عنه بالأمس اللي هو العشريات فاليوم رح نحكي عن السرطان عن الأسد عن العدراء طبعا بالنسبة لبرج السرطان هو بيبدأ من 22.6 ل 22.7 و بينقسمه طبعا موليد برج السرطان لثلاث فترات الفترة الأولى بتنتد ما بين 22.6 لغاية 30.6 هدولة بيتأثر الموليد مزدوجا من القمر اللي بيتحكم بعواطفهم بيجعل ترابط قوي مع الأهل لا سيما مع الوالدة و بيخليهم عاطفيين أكثر و بتحكم في عواطفهم بشكل كبير أما بالنسبة للعشرية الثانية اللي هي من 1.7 ل 11.7 بتأثر موليد السرطان من المريخ بالأضافة للقمر فهدولة كوكبين صعبين شوي ولكن بصير هنا دمج بينهم إيجابي على اعتبار أنه الصفات المكتسبة من المريخ أقدم يعني أو مش أقدم أو تعطيك القدرة على النشاط أكثر والطاقة أكثر وبتساعدك في التغلب على الجوانب الضعيف المكتسبة من القمر فعشان هيك بكونوا مش حساسين أكثر بكونوا مندفعين أكثر أما بالنسبة للعشرية الثالثة اللي هي بتيجي من 12.7 لغاية 22.7 هدولا بيتأثروا من المشتري ونبتون بالإضافة للقمر فبيمنحهم المشتري بعطيهم الحظ الجيد ونبتون بيمنحهم الملكات الفنية ولكن موجود المشتري ونبتون مع بعض بيتسببوا لموليد برج السرطان بالتردد في اتخاذ قراراتهم برج الأسد برج الأسد وامتدادهم من 23.7 لغاية 22.8 هدولا بيتأثروا أول عشرية اللي هم من 23.7 لغاية 31.7 هدولا بيتأثروا مزدوجا من الشمس يعني اللي بحكمهم مرتين أو طاقتين مع بعض بنلاقيها الشمس فمنلاقي هدولا القدرة على القيادة عندهم أكثر توجيه عندهم أكثر أو توجيه الأشخاص وتوجيه نفسهم عندهم القدرة على إدخال تغييرات وإصلاحات على مجاري حياتهم بشكل كبير أما بالنسبة للعشرية الثانية اللي هي من 1.8 لغاية 10.8 هدولا بيتأثروا من المشتري بالإضافة للشمس هدولا بيكونوا أكثر نبل وطبيعتهم بتكون جيدة وعادة هدولا الناس بيتصرفوا بنزاها وبيتعاطفوا مع الغير زي حالاتي يعني لأنه أنا موليد 7.8 يعني كيف الغرور أما بالنسبة للعشرية الثالثة اللي هم من 11.8 لغاية 22.8 فهدولا بيتأثروا من المريخ بالإضافة للشمس فمنلاقي هدولا أكثر اندفاع وجراء وقدرة على تحقيق طموحاتهم حتى لو اضطروا انه يطلعوا على كتاف غيرهم يعني ما في عقبات بتمنعهم من كتر الجراء الموجودة وصلنا لبرج العذراء من برج العذراء بيبدأ يوم 23.8 وبينتهي يوم 22.9 بالنسبة بالنسبة لموليد العشرية الأولى هدولا من 23.8 لغاية 31.8 بيتأثروا هدولا الموليد مزدوجا من كوكب عطارد اللي بيعطيهم قدرة على المعرفة والمسؤولية عن الاتصالات والتفكير من ناحية إيجابية هدولا أصحاب الفترة هاي بكونوا أذكياء ومن ناحية سلبية بعضهم بكونوا خبثاء أما بالنسبة للفترة الثانية فهي بتيجي من 1.9 لغاية 11.9 فهدولا بيتأثروا الموليد من كوكب زحل بالإضافة لعطارد زحل بيعطيهم إشي العلاقة بالمعرفة بالوقت ولكن اثنين مع بعض بيعطيهم القدرة أنهم يصيروا محافظين أو بتجعلهم محافظين تقليديون صبورون مقتصدون كمان أما بالنسبة للفترة الثالثة اللي هي بتمتد من 12.9 لغاية 22.9 فهدولا بيتأثروا من الزهرة بالإضافة لعطارد فهدولا عندهم قدرة أو قدرات فنية بيشوفوا الأمور من كل الجانبين أكثر هم حساسون وذو طبيعة كريمة هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا